اشتركوا في القناة 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 من خلال بطولة افريقيا القادمة انا احنا متواجدين ان شاء الله وناخدها وايضا نشترك فيه كأس العالم لكن طبعا مهم جدا ان احنا نلقى الضوء على البطولات النادي الاهلي واقتار الاهلي اللي لا يتوقف عن حصد البطولات لما نستيجي تكلمنا تقولوا انتوا بتجددوا في الدولاب البطولات لا ده احنا مش بنجدد احنا هنعمل متحف نعمل متحف للبطولات في جميع العبنا ما شاء الله ما نيجي نتكلم على جميع العجاب النادي الاهلي زenga انا بقول قلعة رياضية فيها جميع العجاب ما شاء الله ابطال بيطلع من خلالهم ليه المنتخبات الوطنية ومن خلال المنتخبات الوطنية ايضا بنحصل على البطولات دي اخر بطولة بطولة الرجال للكرة الطائرة بطولة أفريقيا حاجة مشرفة استمتعنا طبعا بوجود نجومنا هنا وإحنا بنحتفل بهم كابتناس المسائية زي ما بقول لكم من شوية منذ قليل كان فيه ناشئ النادي الأهلي موليد 2002 بيحصدوا بطولة الدوري النهاردة فبالتالي حتى زي ما بقول لكم وإحنا في قطاع ناشئين في كل الألعاب بنتربع على روح الفانيلا الحمرة وروح البطولة وحصد البطولات زي ما بقول لكم إحنا بنعمل متحف إن شاء الله في استادنا القادم استاد الأهلي إن شاء الله لا يكون مشروع مجلس إدارة بيحاول بشكل كبير يسرع فيه بناء هذا الاستاد أو هذا المشروع الكبير إن شاء الله كل التوفيق لمجلس إدارة كل التوفيق لكل الفرق وكل اللعبين وكل الإدارات اللي موجودة داخل نادي الأهلي دائما يبقى في المقدمة دائما نادي القرن نادي البطولات نادي الأهلي مبروك ألف ألف مبروك لكل فرق اللي موجودة داخل نادي الجامعية والفردية وزي ما بقول لكم هي عائلة واحدة عائلة النادي الاهلي وروح الفنين الحمرة هي الاساس عندنا وزي ما بنتكلم ونشوف دائما جماهرنا هي اللي في الاول هي اللي بتزقنا دائما للهدف ده هدف البطولة ودائما احنا الفضل بيرجع لهم ليهم في الاول وفي الاخر زي ما بنشوف في البلاس تسعين دائما احنا حطين دماغنا وحطين هدفنا المكسب عشان اسعاد جمهورنا الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم محابب بس كنت ابارك لكل الفرق اللي اخدت بطولات حتى الان بالنسبة للنادي الاهلي في جميع العاب سواء سيدات طيرة سلة يد كل رجال طبعا طيرة سلة يد كل الالعاب اللي هي العاب الصلاة اللي احنا بنكلم عنها ولكن زي ما بقول لكم اتنين وخمسين بطولة متنوعة سواء بقى جامعية او فردية في النادي الاهلي في خلال اربع شهور فقط من خلال تولي كابتن محمود الخطيب ومجلسه الكريم مقاليد وجودهم كمجلس ادارة النادي الاهلي في الوقت الحالي كل التوفيق في الفترة القادمة مشوار لسه احنا مكملين فيه وما منتوقفش احنا ما بنقفش عند الحتة دي احنا بنفكر في المراحل القادمة سواء بقى في البطولات او حتى في شكل النادي الاهلي ان احنا نوديه فين هنوديه للعالمية هو موجود عالميا لكن هنوديه بقى فترة جاي من خلال طبعا خطة موضوعة بشكل مميز جدا مجلس ادارة بيكتهد بشكل كبير على هذه الجزئية ان يخلي النادي الاهلي في احسن حالاته لسه من يومين كان ليا الشرف ان انا بقدم المؤتمر قرعة الاهلي الدبلوماسية والعلاقات القوية اللي بيقوم بيها النادي الاهلي كدوره الوطني من خلال طبعا ان السفرات الدبلوماسية اللي موجودة هنا ولايقات الدبلوماسية تبقى في علاقات جيدة مع النادي الاهلي وده دور مهم جدا زي بقولكو احنا اسمنا كبير والاسم ده بيدي ثقة كبيرة جدا لتواجد واحد زي السفير الروسي السفير الالماني السفير الهولندي السفير الارجاء كل السفراء كانوا متواجدين في هذا المؤتمر بناء على ثقة الناس جميعا في النادي الاهلي وقلعة رياضية موجودة في مصر وهدفها هو طبعا رفعة اسم مصر باستمرار واكيد دائما احنا بنحب ندينا بنحب جمهورنا هو ده اللي احنا بنشوفه اكيد البطلات اللي احنا شايفينهم قدامنا دول متربيين على هذا الاساس الابطال اللي كانوا متواجدين منذ قليل في الستوديو هنا كانوا ايضا متربيين على هذا الاساس وما فيه احنا بنقبلش بغير هذا الموضوع وهو البطلات الف مبروك الف مبروك لكل الفرق اللي حصلت بطلات هذا الموسم وحتى الان كل التوفيق لسه طبعا مستمرين لسه اعتقد ان كرة طير الرجال عندهم كأس مصر يعني بعد ايام كل التوفيق ايضا ليهم كل التوفيق طبعا دكتور عمر نائب رئيس الاتحاد الافريقي وايضا يعني واحد من محبي يعني اعضاء النادي الاهلي الكبار يعني ايضا كان متواجد فيه هذا الاحتفال كل التوفيق طبعا لكابتن محمود خطيب والف السلام عليه يعني واحنا بدي نشوفه كده في التوقيت الحالي يعني انا كنت عايز انهي الفقرة به ولكن طبعا ألف سلام على كابتن محمود يا رب ان شاء الله الشفاء العاجل لكابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي اللي بيقوم بمجهود كبير جدا جدا طبعا هو مجلسه الكريم لرفعة اسم النادي الاهلي هروح لأخبارنا يمكن هبتدي بكابتن راني علواني أشهد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بدور كابتن راني علواني عوض مجلس الإدارة وتعاملها الراقي أثناء الموقف العارض الذي تعرضت له حين حضورها لاجتماع الاتحاد الأفريقي الكاف لكرة القدم في طبعا الاجتماع الأندية بالنيابة عن كابتن محمود الخطيب اللي كان متواجد طبعا في الأمراض للعلاج كابتن راني تعملت مع الموقف اللي تعرضت له في هذا الاجتماع بشكل راقي جدا جدا وبيشيد طبعا بكامل مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب بالموقف اللي تعرضت له وهي طبعا كابتن راني علواني من نجماتنا طبعا في السباحة وبطلة مصر حصلت على بطولات عديدة من خلال وجودها كسباحة عالمية وفي نفس الوقت طبعا كعضو مجلس إدارة سابق وعضو مجلس إدارة حالي بشكل مميز وغير كمان طبعا دراستها للإدارة الرياضية وكيفية التعامل طبعا في هذه المواقف كابتن راني علواني طبعا واحدة من بطلاتنا ونجوم مصر في السباحة ده يمكن بالنسبة للخبر الخاص بالدكتورة راني علواني أيضا وإحنا بنتكلم طبعا أمامنا على الشاشة دكتورة راني علواني وستاذ محمد الجرح اللي بيأم على فكرة هو استاذ محمد ضماطي بدور كبير جدا في تنظيم البطولات اللي بتكون موجودة على أرض النادي الأهلي يعني أكيد ثقة كبيرة جدا من الاتحاد الأفريقية سواء بقى للطيرة والسلة أن يبقى متواجد هذه البطولات على أرض النادي الأهلي والتنظيم الرائع اللي بيقوم به النادي الأهلي واللي بيقوم به طبعا بدور كبير جدا أستاذ محمد ضماطي وأستاذ محمد الجرحي بشكل كبير كل الشكر ليهم مجود كبير زي ما بقولوكم بثقة الناس في النادي الأهلي وقدراته وعلى التنظيم أعتقد شيء مهم جدا أن احنا رحيل اللاعبين وأن ما فيش أي كلام عن أي راحيل أي لعب في الفترة الحالية أو الفترة القادمة لحين طبعا انتهاء الموسم بشكل كامل لأن النادي الأهلي عنده فترة مهمة جدا هي فترة يعني ختام الدوري وأن انت تنهيه بشكل مميز أيضا فترة الكاس وعندنا مباراة الداخلية القادمة إن شاء الله في كاس مصر أيضا عندنا مباراة مهمة بقى ده في شهر مايو أمام الترجي في بطولة أفرق وأكيد أي كلام بقى عن العيب يمشي العيب بيروح العيب ييجي أكيد بقى هيأثر فبالتالي كاتسالحافيز قطع الشق باليقين بهذه الجزئية إن ما فيش رحيل الكلام عن رحيل أي لاعب هي مجرد اجتهدات وأكيد الصحافة والإعلام لازم يجتهدوا عشان أكيد وإحنا بنتكلم كده لازم الناس تتفرجوا وتبتدي الكلام لكن كاتسالحافيز كمدير الكرة وقطع الشق باليقين بجزئية هذه الجزئية بجزئية اللعبين وبعض اللعبين أساميهم ممكن يكونوا معرضة إن هم يمشوا أو بعض اللعبين ممكن ييجوا لأ سالحافيز قال إن ما فيش حاجة من الحاجات دي إحنا مركزين بشكل كبير في جزئية الموبارات القادمة سواء بقى الدوري العام أو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 سعيا وراء تحقيق الأرقام القياسية هذا الموسم يقود الأهلي في السابعة والنصف مساء الغد مواجهة قوية حين يحل ضيفا على نظير اسموحا بملع بورك العرب في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدور الممتاز رغم أن الأحمر توج باللقب الأربعين في تاريخه منذ جولتين إلا أنه يرغب في استمرار انتصاراته المتتالية من أجل تحقيق أرقام قياسية سواء على مستوى الفريق ككل أو المدير الفني حسام البدري يواصل الجهاز الفني الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء من أجل تجهيزهم بصورة أفضل للفترة المقبلة التي تشهد مشاركة الأحمر في دور المجموعات الإفريقي وبطولة كأس مصر وتطبيق سياسة التدوير التي تحدث عنها المدير الفني كثيرا بمنح الفرصة لللاعب الدكال الحكم على مستوى البعض منهم قبل تسويقي في فترة الانتقالات الصيفية بجانب الوصول بالبعض الآخر لأفضل المستويات الفنية والبدنية تمهيدا للاعتماد عليهم يفتقد الأهلي عددا من اللاعب في لقاء الغد حيث يواصل حارس المرمى شريف إكرامي غيابه عن المشاركة في المباريات بسبب شكواه من آلام في الحوض والكاحل كما يغيب ثنائي سعد سمير وباسم علي في ظل معاناة الأول من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض لها عقب مشاركته مع المنتخب الوطني الأول في معسكر سويسرا الأخير فيما يشكو باسم من إجهاد عام ويقضع هو الآخر لتدريبات علاجية يغيب أيضا علي معلول بعد أن أصيب مع منتخب بلاده بالتواء في كاحل القدم إضافة إلى وليد أزارو وعمر السولية بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مباراة طنط الأخيرة يشير تاريخ مواجهات الأهلي مع اسموحة في الدوري إلى تفوق الأحمر حيث تقابل الفريقان ثلاث عشرة مرة قبل ذلك تمكن الأهلي من الفوز في ست مواجهات بينما خسر مرتين وحسم التعادل لقاءات الفريقين في خمس مواجهات أحرز الأحمر في شباك النادي السكندرية عشرين هدف بينما استقبلت الشباك الحمراء ثلاثة عشر هدف يعد عبدالله السعيد هو هداف مواجهات الفريقين بسبعة أهداف على جانب آخر يخوض صموحة مباراة الغد بدوافع مختلفة فالفريق السكندرية تطلع إلى تحقيق الفوز والتزاع النقاط الثلاثة من أجل مزاحمة المصر البورسعيدي على المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة في ظل احتلاله حاليا المركز الخامس برصيد 46 نقطة اكتسب لاعب النادي السكندري دفعة معنوية القوية بعد الفوز الهام الذي تحقق في الجولة الماضية على حساب المقاصة بهدف النظيف وأكد ميمي عبد الرازق المدير الفني أهمية الفوز على الأهلي للاستمرار في مطاربة المصري على المربع الثهابي يغيب عن اسموحة ثنائية المصارح مالتمساح وعبدالله بكري فيما يعود إليه في لقاء اليوم كل من ياسر إبراهيم وطار طاها ورجب بكار وأحمد نبيل منجة ومحمد حمدي زكي فكل التوفيق للمارد الأحمر في مواصلة أرقامه القياسية طبعا مباراة الأسبوع الواحد والثلاثين ابتدت من يوم الخميس خمسة إبريل بمباراة بيتروجيت ومخلون العرب وانتهت بالتعادل الإجابي واحد واحد وأيضا وادي دجلة والأسيوتي وفوز الأسيوتي 2-0 على وادي دجلة طبعا بيسعى بشكل كبير يعني وادي دجلة يعني الأمور طبعا بالنسبة له مؤلقة جدا بشكل كبير فيه بعد النتيجة دي خصوصا أمام الأسيوتي أيضا مباراة أمبي والدخلية وتعادل الإجابي 3-3 في مباراة مصيرة ما بين الفرقتين مباراة طنطا والإنتاج الحربي وفوز الإنتاج الحربي 2-0 على طنطا أما طلع الجيش والإسمايلي كانت منذ قليل ويتعادل إيجابي واحد ما بين الفرقتين كابتن ماهر برحب به كابتن وخلينا نتكلم بها على مباراة الغد واكيد وإحنا كده نادي الأهلي منتشي دائما بحظ البطولات والقطار لا يتوقف حظ البطولات يعني الحابب قبل منحوش في مورات تبارك طبعا لفريق طائرة الرجال بطولة أفريقيا بسم الله الرحمن الرحيم يا فاروق قبل منبارك طبعا فريق رجال الكرد الطائرة بفوزه مع البطولة الأفريقية عايز نقول ألف سلامة لكابتن مصر كابتن محمود الخطيب الرئيس النادي أنه هو يعني مرحلة العلاج أو رحلة العلاج بيتشافى من خلالها إن شاء الله في أبو ظبي واحتمال بكرة يبقى في عملية اللي احنا عرفناها يعني نتمنى إن شاء الله بإذنان نجاح العملية وروعه إلى نادي وروعه إلى وطن الحبيب مصر بالشفى إن شاء الله سانيا زم أنت قلت فاروق طبعا عايزين نبارك لفريق كرة الطائرة رجال على حصوله على بطولة أفريقيا وزم أنت قلت في 52 بطولة حقوة عمر خلال هذه الفترة لجميع الفرقة الجماعية إذا كانت سيدات أو رجال وفردية في الظل الأربع شهور بالضبط في الظل الأربع شهور إذا كان ده بيدل فبيدل إن فعلا إن مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب ماشي حسب البرنامج اللي هو قاله يعني أول مرة يمكن من خلال الجماعية عومية ومن خلال أعضو النادي إن كابتن محمود الخطيب يتكلم على البرنامج قبل الانتخابات والحمد لله النهاردة يمكن في مرور أربعة شهور نادي بأهلي بحق بطولات إذا كانت جماعية أو فردية من خلال الألعاب الأخرى طبعا وبطولة الدور العام البطولة المفضلة بالنسبة لنا في قرة القدم ونتمنى إن شاء الله الكأس مصر ويمكن بطولة أفريقية اللي على الأبواب اللي هنبدأ من خلالها فدي كلها إنجازات اتعاملت في خلال ثلاثة شهر أو أربعة شهر فده إذا كان بيدل فبدل إن فعلا الناس دي ما بتنامشي إن مجلس إدارة ده فعلا عند كلامه وإن البرنامج اللي اتناقش قبل نجاح كابتن محمود الخطيب بيتحقق في خلال ثلاثة أربعة شهر ده بيعتبر إنجاز وإعجاز لمجلس إدارة النادي بالي نتمنى إن شاء الله بإذن الله البسيرة من خلال المنشآت ومن خلال الأهداف الأخرى وطبعا البطولة المفضلة بالنسبة لده بطولة كأس أفريقيا اللي إحنا بنتمنى إن شاء الله إن فريق حقاها تحدي جديد برضو عشان تحدي زم نتوقيت محمد تحدي جديد لفرقة القرى وأنا شاف إنهم من الدوافع والإصطرار العظيم إنهم إن شاء الله بإذن الله يفرحونا من خلال الأصول لده بطولة الحمد لله كابتن مشاكل لذلك تتكلم دعم طبعا مجلس ضرر لازيل البطولة كمان بالذات أعتقد نهو كبير الهدف بالوقت بالنسبة لنا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 بهذا المنوال أنا عايزة قنقر نانسي 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 قنقر من المدربين من المدربين نانسي قنقر من المدربين 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 نانسي قنقر من المدربين 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 من المدربين